ولمزيد عن آخر المستجدات الميدانية والسياسية في الأزمة الأوكرانية ينضم إلينا من باريس الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد الكلش أهلا بك سيد محمد في البداية كيف تلخص المشهد الأوكراني اليوم من الناحيتين أهلا بكم مرحب أهلا وسهلا كيف تلخص المشهد الأوكراني اليوم من الناحيتين الميدانية وكذلك السياسية طبعا الميداني مربوط بالسياسي والسياسي مربوط بالميداني والميداني هو المسيطر حاليا هو المتقدم على السياسي أي بعد السيطرة الكاملة على ماريو بول مسيطرة القوات الروسية واضح أن روسيا ذاهب في هدفها الأساسي الحالي اليوم وهو السيطرة الكاملة على الشرق الأوكراني عنيت على شاطئ بحر أزوف لربط شبه جزيرة القرم بمنطقة دونباس ولا شيء يوحي بإمكانية فتح حوار مع الجانب الروسي حول وقف لإطلاق النار واضح أن القوات الروسية ذاهب إلى الأبعد في عملياتها العسكرية التي تتركز حاليا على الشرق الأوكراني وعلى الأرجح أن تكون المرحلة الثانية الجنوب الأوكراني عنيد شاطئ البحر الأسود كي لا تكون هناك جبهة طويلة الجنوب الأوكراني والشرق الأوكراني يبدو أن التركيز حاليا هو حصرا على المنطقة الشرقية للسيطرة الكاملة على شاطئ بحر أزوف طبعا لا مجال للحديث عن أي إمكانية تفاوض كل المفاوضات مع الجانب الروسي هي إذا تمت إذا وافقت روسيا عليها ستكون شكلية وكسبا للوقت بانتظار السيطرة الكاملة على هذه المنطقة من هنا المواقف السياسية هي مواقف تصريحات من الجانب الغربي بشكل رئيسي وفيما يغييب التصريحات تغييب التصريحات بمفهومها السياسي الخالص عن الجانب الروسي نعم هل تعتقد أن المناطق التي يتقدم فيها الجيش الروسي الآن ستواجه نفس المصير الذي واجهته مدينة ماريو بول هو طبعا القوات الروسية مصر على الذهاب في هذا الاتجاه وإذا أخذنا طريقة حصار وطريقة المواجهات كيف تحركت القوات الروسية في ماريو بول ظننا بفترة من الفترات أنه من الصعب السيطرة على ماريو بول لكن في نهاية المطاف تمت السيطرة عليها برغم كل التعزيزات العسكرية الأوكرانية خاصة في موضوع نوعية السلاح والأنفاق تحت الأرض وإن كان ذلك بالنسبة إلى الاستراتيجية العسكرية للقوات الأوكرانية أو للحماية حماية المقاتلين في المواجهات مع القوات الروسية رغم كل هذا تمكنت القوات الروسية من السيطرة على ماريو بول وهذا يؤشر على إمكانية أن تذهب القوات الروسية في نفس الاتجاه بالنسبة إلى ما تبقى من الشرق الأوكراني والاستراتيجية العسكرية الروسية واضحة حصار وقصف حتى قصف تدمير وحصار من أجل بلوغ هذا الهدف والروسية القوات الروسية ليست بعيدة عن هذه الاستراتيجية وكان هناك تجربة في غروزلي حين أرادت السيطرة على المتمردين الشيشانيين ذهبت إلى حتى تدمير شبه تدمير غروزلي وهذا الأمر ممكن أن يحصل على المنطقة الشرقية التي تقاوم القوات الروسية في الشرق الأوكراني نعم الأستاذ محمد الكلش الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من باريس شكرا جزيلا لك